وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق إنه خير مسؤول نأخذ هذه المجموعة من الإتصالات تفضلي اختأمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمين يا رب الشيخ نسألك علي الحب اللي تتخدم في الطبخ اللي هي مش عارفة شو يطلق عليها أسماء الحرموا فيها الشيخ بس هي مش تعملوا فيها في الطبخ الأنبرة ليش العنبرة العنبرة أنا حبك العنبرة أيوة لا مش عنبرة لو سمعتم جوزة الطيب جوزة الطيب نعم جوزة الطيب جوزة الطيب نحنا نستخدم فيها من قديم في الطبخ وفي الطبخ ومع مضمش لحظنا عليها أن لها أثر مقدر بس الفترة الأسيرة حرموا فيها الشيخ بس أنا سألت عليها جل أبحثوا بعض الطبان يعني في الطب البديل في اللي قال لها محرم وفي اللي قال لها أثرها يعني تختبر كيف العنب وكيف الزبيب وكيف الخل في حد ذاتها مش مسكرة لكن إذا خلطت وعملت بشكل معين إن شاء الله أخت الفترة أبشري معالي شخص لو سمحتك فضل أنا أريدك أنت تبحث في الموضوحها باهي نعم أنا أجبت أسبوع الماضي أجبت على هذا المسألة أخت الفاضل ما أدري تابعتين أسبوع الماضي جاني سؤال فيها المسألة وفصلت فيها وذكرت الجواب لكن ما يمنع عني أجيب نعم نعم أجيبك إن شاء الله بعدها قليل أبشري مرحبا أختي تضلي عفيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حيالك شيخ خمان فاضل أهلا وسهلا أختي مرحبا أهلا وسهلا أختي مرحبا الله يسلم أن يحفظك إن شاء الله أنا عندي ثلاث أسئلة لو سماحك فضل السؤال الأول التطويل في الرقوع والسجود كم يكون إذا كان أنا لم أستطع مثلا هل في نقص في الأجر؟ شاء الله يعني ممنوعة من العملية ممنوعة أني أطول في السجدة وفي الرقوع طيب فهل في هذا نقص في الأجر؟ شاء الله وسؤال الثاني بقايا القيور يعني كالبغبغاء والحمام على المنافس يعني إذا وقف الطير ولا هذا البغبغاء على جسر النسان وبقايا هذه هل يعني نجاسة؟ هل هي نجاسة؟ طيب السؤال الثالث عند الدعاء في السجود لوالدي أو لزوجي عفوا يعني كذا معت مالك نفسي يعني في الدعاء فأكي هل في ذلك شيء؟ شاء الله عفيفة جزاك الله خير مرحبا عفيفة مرحبا طيب قبل ما أجيب على أسئلة اليوم عندي فقط وردتني أسئلة كثيرة جدا حول ما يتعلق بقضية يعني أحكام المرأة في باب الجنائز أحكام المرأة في باب الجنائز وأحببت أن أحرر الجواب في هذه المسألة وذلك بالتالي أولا يجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز كما يجوز كما هو حال الرجل فيجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز ولها الأجر الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها من صلى على جنازة فله قراط فله قراط والقراط مثل الجبل العظيم سواء كانت الصلاة في المسجد أو كانت في البيت أو كانت في المصلة فيجوز المرأة أن تصلي على الجنازة أمر الثاني ما يتعلق بتشيع الجنازة ومعنى التشيع هي أن تخرج المرأة وراء الجنازة وراء الجنازة فهذا لا يجوز لا يجوز وإن كانت المسألة فيها خلاف فالخلاف يدور بين الكراهة وبين التحريم بين الكراهة وبين التحريم وقد ورد حديث وهذا الحديث متكلم في إسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فاطم راجع قال من أين قالت من كذا وكذا فقال لو ذهبت معهم إلى المكان الفلاني لم تدخل الجنة وهذا الحديث إسناده محل نظر عند أهل العلم وأيضا جاء في الحديث الآخر أو في لفظ أخرى ارجعنا مأزورات غير مأجورات لكن حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا والمقصود بأنه لم يعزم علينا طبعا لها معنيان المعنى الأول لم يؤكد علينا وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء إلى القول بالكراهة وأما المعنى الثاني ولم يعزم علينا أو لم يعزم علينا لم يعزم علينا يكون المعنى أنه ما ذكرت العقوبة فيه يعني ما جاءت ذكر العقوبة للمرأة التي تتبع الجنائز نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني ما جاءت العقوبة كما هي كثير من المعاصي والذنوب التي لم يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام العقوبة وهذا المعنى هو الأقرب ويؤيده بقية الأحاديث الواردة في منع زيارة المرأة للمقابل بل ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يشيع جنازة فرأى نساء تبعن الجنازة فحصبهن بالحصى وردهن يعني ضربهم بالحصى وردهم ومنعهم من هذا عبد الله بن مسعود من الصحابة الذين كانوا قريبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان يعد من آل البيت من كثرة طلوعه ودخوله على بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك حصبهن بهذه الطريقة هذا فيما يتعلق بتشيع الجناز وهو اتباع الجناز فالمرأة ممنوعة من ذلك كذلك مسألة زيارة المقابل للمرأة المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال القول الأول القول بالمنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور في لفظ زائرات القبور والقول الثاني بالجواز قالوا لأن المرأة كالرجل منعت في البداية كما منع الرجال ثم أذن الأذى إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها القول الثالث قالوا بأن الزيارة التي ليست على سبيل المبالغة يعني تزور أحيانا لأنهم أخذوا بلفظة زائرات على التخفيف والراجح هو القول الأول أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر ممنوعة من زيارة المقابر هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة ولذلك أحببت أنني أذكر هذه المسألة لكثرة هذه المسألة لكثرة الأسئلة الواردة فيما يتعلق ب يعني أحكام المرأة في التعامل مع الجنازة وفق الله الجميع لطاعة أمت الله من ليبيا تسأل عن جوزة الطيب تقول يعني ما حكمها نحن نستعملها أو شيء من هذا القبيل أختي أمت الله بارك الله فيك من ليبيا بالنسبة لجوزة الطيب سبق الجواب عليها مرارا وأطلت الجواب فيها في مرات عديدة وبيّنت بأن جوزة الطيب هذه محل خلاف عند أهل العلم ومن أهل العلم من يذهب إلى تحريمها وهذا هو الراجح وذلك لكونها من جنس المسكرات والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست من المسكرات وإنما هي من الأشياء التي تضيف إلى الطعام نكهة وأنها تستهلك داخل الطعام ولا يظهر لها أثر من حيث السكر وغير ذلك ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا استخدم منها الشيء اليسير الذي يصلح أن يستهلك داخل هذا الطعام ولا يظهر له أثر فإن هذا جائز وأخت الفاضلة سبق أني ذكرت الراجح من أقوال أهل العلم وأن الابتعاد عن هذا هو الواجب ابتعاد عن جوزة الطيب هو الواجب وذلك للقاعدة الشرعية أن الأصل فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة الأصل فيها الاحتياط وإذا وجدت مسألة خلافية فيلجأ الإنسان إلى الحضر وإلى المنع وذلك لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ولذلك من جملة المشتبهات مثل هذه المسألة التي فيها خلاف بين الفقهاء أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبه ومسألة أخرى أخت الفاضلة يعني مسألة استعمال جوزة الطيب لا تتوقف عليها الحياة ولا يتوقف عليها الطبخ خاصة مع وجود أشياء كثيرة من المباحات يعني قد تكون أفضل من جوزة الطيب من حيث النكهة ومن حيث المحافظة على الطعام ولذلك أخت الفاضلة ابتعدوا عن جوزة الطيب واستعملوا بقية الأشياء التي ولله الحمد ملئت بها الأسواق و النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام فتجنبها الإنسان بارك الله فيك عثيفة من السعودية تقول يعني ما مقدار التطويل في الركوع والسجود تقول أنا أجريت عملية و نصحت بعدم الإطالة في الركوع والسجود تقول وهل إذا لم أطل ينقص أجري اختي عفيفة بارك الله فيك و كتب الله أجرك و الحمدese على السلامة و جعل الله ما أصابك كفارة و رفع الدرجة بالنسبة للركوع والسجود أولاً التسبيح الواحد في الركوع هي الواجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم و التسبيح الواحد في السجود هي الواجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم وما زاد فهو سنة وما زاد فهو سنة ولذلك إذا أتيت بمقدار تسبيحة واحدة أتيت بالقدر الواجب ولله الحمد والمن سواء في الركوع أو السجود وبعض الفقه يقول أدنى الكمال ثلاثة وأعلى الكمال عشرة أدنى الكمال يعني تسبحين ثلاث تسبيحات هذا أدنى الكمال وأعتقد بأن الإنسان قادر على أن يسبح ثلاث تسبيحات حتى لو كان عنده إشكالات في الظهر أو عملية معينة مثلا لأنه لا تستغرق ثواني سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مثلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ثواني وأعلى الكمال يقولون عشرة وهذا ليست مسألة مضطردة لا قد يزيد الإنسان وقد يأتي بما بينهما خمس تسبيحات سبع تسبيحات وقد يزيد فقضية اخت الفاضلة بالنسبة لك أنت تأتي بالقدر الواجب وتؤجرين على هذا مسألة الزيادة إذا يشق عليك مثلا الاتيام بالسنة ويترتب عليك ضرر صحي الشريعة ما تدعو إلى هذا وإذا كنت قديما مواضب على التطويل في الركوع والسجود ثم منعك المرض ومنعك العملية لأجريتيها أنت مأجورة أجرك مكتوب وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم أما تقول الله أنا حاب الآن ما كنت أفعله حاب الآن لا شوفي اللي تستطيعينه لأن الله تعالى أعطانا قاعدة في التعامل مع العبادات مع الطاعات ومع الأشياء الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم الشريعة أبدا ما تأمر بما يضر أبدا الشريعة ما يمكن أن تأتي بما يضر وما يمكن للشريعة أن تأمر المكلف أن يأتي في عبادة ويكون من وراء هذه العبادة الضرر أبدا أبدا إذا أخذت الفاضل لو جبت تسبيحة واحدة لك الأجر ولو زدت إلى ثلاث فلا شك بأنه أدنى الكمان فضل أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام أرسل الله بالنسبة إذا فيه شاب ويصلي مرة ويترك مرات في الصلاة ففي بعض الناس يقول لي يا أخي يا تصلي يا ما تصلي فيعني أنا أرى القلام غلط فالمثل الواحد إذا ويشجع الشخص أصلك أن شاب أو هذا يعني يقول لي صلي على الأقل إذا الفضيط أكيد الصلاة واجبة في كل الأوقات على الأقل يقول لي إذا أنت مثلا مش نائي صلي تدريجيا يتدرج معاه نعم إذا هذا صحيح أم أنه يقول لي لا صلي مرة صلي يا تصلي يا ما تصلي هذا الصحي شعب مرحب أبو محمد أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام أبو الله شعب شيخ مرحب أختي شيخ بي يا زحمة يعني بالنسبة لتلاوات القرآن يعني إلا تجويد أزود له وهي قراءة ما يخالف عادي إن شاء الله يعني أسمع عليها إن شاء الله وتلاوة القرآن شيخ إذا أقرأ مثلا مو إلا حفظ يعني حاضة الحمد لله حاضة كم صورة يعني ما حاضة هواية يعني يوم القيامة أما الله سبحانه وتعالى يعني يعني يتقبل تلاوة بس يعني له بس إلا حفظ يعني يتقبل رب العالمين إن شاء الله شكرا شيخ مرحبا أختي معبد الله أم علي سلام عليكم عليكم السلام أبتالله عندي أربعة دائرة تفضلي السؤال الأول يا شيخ نبي يجيني الحظ ثلاثة أيام الدم واليوم الرابع بيجيني قدرة وصفرة اليوم الخامس ما بيجيني شيء لكن بنسح يعني قطمة بجد أوصاخ ما عارف أختسل ولا ما أختسل طيب السؤال الثاني عندنا في بلدنا الأزان بيكون مختلفة يعني كل واحد يعني بيكون زمن وبأزن يعني فيه خرق بيكون بينا نلتزم بالأزان التي حينا أو نتبع للتاني يعني في الصيام في الصلاة كل إن شاء الله السؤال الثالث أنا أخوات زوجي بيطلعوا وأنا بطلع معاهم للمناسبات والمستجفى أنا بيكون متحجبة لكن هم بيكون يعني وابعين عطير ومتياجة أنا علي جنب لو خرجت معاهم إن شاء الله معاهم السؤال الرابع أنا أختي الزوجة الثانية والزوجة الأولى يعني مسببها لمشاكل كثيرة يمكن حوال تسعة سنوات يعني ما ما بتخليها تخش بيتها ما بتسلم عليها ومانع أولادها حتى زوجة ابنها ما بتسلم عليها حتى الطفل الصغير بتضوط يعني ضرب شديد لو كان زارهم في البيت وما نعطي ما تخش بيت هل عليها زنيب أختي لو يعني ما خشد عليها وما سلمت عليها طيب يوم علي طيب مرحبا طيب الأكتعة فيها من السعودية بارك الله فيها تسأل عن تقويل الطيور مثلا بالنسبة لذرق الطيور ومثل الببغاء ومثل الحمام تقول هل يتنجس إذا سقط على الثوب اختع فيه فبارك الله فيك بالنسبة للطيور التي تأكل فإن فإن ذرقها أو ذرقها طاهر مثل الحمام الحمام ذرقها طاهر للقاعدة الشرعية أن كل ما أكل اللحم طاهر بوله وروثه وأما إذا كانت من الجوارح التي لا تأكل مثل الببغاء ما يأكل فهي مسألة خلافية الراجح بأنها نجسة الراجح بأن الطيور الطيور الجوارح بالنسبة لذرق الطيور الجوارح نجس التي ما تأكل العموم الطيور التي لا تأكل أما التي تأكل فذرقها طاهر عفيفة تقول يعني أحيانا لما يكون الإنسان في السجود يدعو لوالديه لزوجه إلا تقول تدعو المرأة لزوجها مثلا ما تتمالك نفسها بالبكة هل عليها شيء أختي عفيفة بارك ربك بالنسبة للمصلي إذا غلبه البكاء لأي أمر من الأمور ولم يكن هو قد استدعاه واستحلبه مثلا فلا شيء لا شيء على المصلي وذلك لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا سنته تؤكد هذه القاعدة العظيم ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك إذا المصلي صلى ودعا لوالديه دعت المرأة لزوجها لإخوانها مثلا ثم أجهشت بالبكاء بشكل غير إرادي ولم تقصد هذا ما في شيء ولله الحمد والمن الذي منعته الشريعة هو أن يبكي الإنسان لأجل دنيا مثلا يبكي لأجل دنيا مثلا لمسألة دنيوية هذا الذي منع منه الإنسان أو البكاء المصحوب بنحيب وصراخ وأصوات هذا الممنوع بالنسبة للمصلي أبو محمد بن أبو ضيبي بارك الله فيه يسأل يقول هناك شاب يصلي ويترك فقالوا لبعض الناس إما أن تصلي وإما أن تترك أما تقطع بهذه الطريقة لا لا يصلح يقول ما حكم مثلا هذا الكلام أبو محمد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب هذا الشاب وعلى قلوب جميع المسلمين وأما قضية الإنكار عليه بمثل هذه الطريقة فغلط غلط أن يقال أن تصلي وإما أن تترك لشخص يصلي ويقطع وإنما الواجب عليهم أن يشجعوه وأن يثبتوه وأن يحفزوه وأن يزيدوا من عزيمته في قضية الثبات على الصلاة فهذا التصرف يعني نابع من عاطفة لكنها لا تستند إلى علم لا تستند إلى علم فالواجب عليهم طبعا أن يفرحوا له وأن يشجعوه ويقولوا له إن شاء الله بإذن الله تكمل بقية الصلوات لأن ترك الصلاة حقيقة من الذنوب العظيمة ومن المعاصي الكبيرة فالله جل وعلا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يصلون وقت ويتركون وقت ويعني يخرجونها عن الوقت والإمام الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول هذه في المنافقين هذه في المنافقين لكن عموما خلف هذا بارك الله فيك بالنسبة لمن يصلي ويترك يرجى له الخير إن شاء الله ويدعى له بالثبات ويشجع على هذا ويبين له خطورة يعني التساهل في مسألة الصلاة لا شك هو واقع في خطأ نحن الآن لا نتكلم على هذا الذي يعني يصلي ويترك نحن نتكلم كما سألت عن الأسلوب يقولون إما أن تصلي صلاة مستمرة ولا يترك لا نقولهم خطأ هذا إنما تبقونه على ما هو عليه وتدعون له وتشجعونه على أنه واضب وتبينون له بأن الدنيا ما يمكن للإنسان أن ينتهي منها لو زار الإنسان المقابر لو وجد أصحاب القبور كان عندهم آمال طويلة وأشغال ما انتهت ما انتهت تركوها وذهبوا وبقي الحساب وبقوا مرهوني مرهوني العمل قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهين يعني محبوسة كل نفس بما كسبت رهين إذا مات الإنسان حبس على عمله فإن خيرا فخير وإن شرا فالنار نسأل الله العافية والسلام وعدين يا أبو محمد مثل هذا الأخ يقال يعني ما تدري متى تلقى ربك جل وعلا فهل تريد أن تلقى ربك و أن تتارك للصلاة و متساهل في الصلاة أو متهاون في هذه الصلاة يذكر و يوعظ و يرشد إلى الطريق الصحيح و بعض الشباب أبو محمد اللي يتركون الصلاة الشيطان يلقي في نفوسهم شبهات مثل قضية بعض الشباب يقول طيب أنا عندي معاصر و الذنوب ليش أصلي فيتركون الصلاة فرق بين الصلاة ترك الصلاة و بين بقية الذنوب حاش الشرك بالله عز وجل الصلاة شأنها عظيم و هي عظيم في الإسلام بعض بعض الشباب تحديدا مثل صاحبك هذا يعني الشيطان يوسوس يقول لي يعني أقل شيء يجيب بعض الصلوات لا ما يصرح يقول جيب بعض الصلوات اللي تقدر عليه لا أنت أصرا ما خلقت إلا لعبادة الله و ما خلقت الجنة و الإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين فلذلك أصرا أنت ما وجدت في هذه الدنيا إلا لتقوم بالأمر الذي خلقك الله لأجل توحيد الله عبادة الله عز وجل طاعة رسولي عليه الصلاة والسلام و إلا يعني لماذا خلقت و ستموت و بعد الموت ما هو كذلك من الشبهات التي يلقيها الشيطان في أذهان كثير من الشباب هدان الله و إياهم فيما يتعلق بقضية التساهل في مسألة الصلاة يصلي وقت و يترك وقت يقول لك حتى يسمعه عن بعض نصوص الوعيد و كذا يقول على أقل تقدير أنا جايب بعض الصلوات في مسألة أخرى و هذه التقطت أنا من خلال كلامك العمل و الشغل العمل و الشغل سبحان الله العظيم يعني أنا تعجم من أحوالي بعض المسلمين عندها العمل و الشغل أهم من الصلاة مع أنه ما في تعارض ما يمكن أن تتعارض الصلاة مع العمل هذه أمة محمد عليه الصلاة و السلام منذ أن بعث إلى يوم القيامة يشتغلون بعضهم وظائف حكومية بعضهم وظائف أهلية بعضهم مؤسسات شركات بعضهم تجارة ما منعهم العمل عن الصلاة و ما أثرت الصلاة على طبيعة عملهم هذه قرقرة شيطانية في أذن كثير من الناس يقول لك يا أخي عندي عمل سبحان الله العظيم و يخيل إلى بعض الشباب خاصة اللي ما ذاق طعم الصلاة و ما ذاق لذة المناجاة يخيل إليه أن الصلاة والله طويلة و مملة و شيء من هذا القبيل و هذا غير صحيح الفرائض عندنا خمس كل صلاة أقصى ما يمكن أن يصليه الإنسان عشر دقائق أقصى صلاة يمكن واحد يصليها من الصلاة الخمس عشر دقائق صلاة الفجر ما تجد على عشر دقائق و الآن أغلب الأم يخففون و لله الحمد و المن يخففون سبع دقائق ست دقائق منتهي من صلاة الصبح منتهي من صلاة الصبح طيب وين هذا اللي يقولون والله الصلاة تأخذ الوقت و تأخذ كذا و هي ما تتبق بالأعمال حتى لو حتى و لو افترضنا أن تتصادم مع عمل الدنيا حق الله أولى هذا أمر الله عز وجل اللي خلقنا و مع ذلك ما في تعارض و لله الحمد لله هذو ما شاء الله شخصيات كبيرة و نخب أبدا عندهم من الأعمال و عندهم من الالتزامات و الارتباطات الشيء العظيم ما يتركون الصلاة يصلون في وقتها أبدا تقربون إلى الله سبحانه و تعالى فلذلك بعض الشباب يحتاج أن يكنس عننا هذه الشبهات الشيطانية يزاح عننا هذه المفاهيم المغلوطة أحيانا اللي ربما فهمها عن الصلاة لأنه أصلا ما جربها و ما ذاق أحد طعم الصلاة فتخلى عنها أبدا فأي ممكن لشخص أن يذوق طعم الصلاة و حلاوة الصلاة و حلاوة المناجاة و يروح يتركها لأنه جنة الصلاة أسأل الله تعالى أن نفتح على قلوب الجميع أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لقراءة القرآن لازم تكون بتلاوة أم عبد الله بارك الله فيك الجواب لا ليس شرطا أن تكون بتلاوة و قد ذكر بعض العلماء إجماع العلماء على أن قراءة القرآن لا يشترض أن تكون مجودة و لو قرأ القراءة مرسلة هكذا فإنه يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك و لذلك أخت الفاضلة ليس شرطا لكن هو الأفضل و الأكمل و الأحسن أن الإنسان يتعلم أحكام التلاوة و ذلك لقول الله تعالى و رتل القرآن ترتيلا و لقول النبي عليه الصلاة و من لم يتغنى بالقرآن فليس مني و من مقصود الذي عنده القدر على ذلك أما الشخص الذي لا يستطيع أو مثلا تعليمه يعني ما يشفع لأنه فعلا يعرف الأحكام ما عليه شيء ولله بل له أجران ولله الحمد و المنه نبي عليه الصلاة و السلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة و الذي يقرأ القرآن و يتتع فيه و هو عليه شاق فله أجران لكي أجريني مع عبد الله إن شاء الله لكن حاول حاول و احرصي على أنك يعني تقرأين بتجويد أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للإنسان الذي يحفظ بعض السور و لا يحفظ الباقي و إنما يركز على التلاوة هل يقبله الله أم عبد الله بارك الله فيك و رضي الله عنك الأصل قراءة القرآن هذا و الأصل و الحفظ قدر زائد الحفظ قدر زائد و إلا الأصل قراءة القرآن هذا هو الأصل فالمسلم يتعاهد القرآن تلاوة لكن إذا حفظ هذا قدر زائد و أفضل و لذلك يا أخت الفاضلة النبي عليه الصلاة و سلم قال اقرأوا القرآن ما قال احفظوا قال اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة لا أقول ألف لا ميم حرف و لكن ألف حرف و لا من حرف و ميم حرف فتقرأين القرآن قراءة الحفظ هذا قدر زائد و تؤجرين على قراءة القرآن و ستجدين هذا القرآن الذي تعاهدتيه قراءة و تلاوة هو الذي يشفع لك و يسوقك إلى جنة الله سبحانه و تعالى أم علي من السعودية تقول أنا عندي الحيط ثلاث أيام في اليوم الرابع ينزل كدرة و صفرة و في الخامس ما ينزل شيء إلا بالمسح فإذا مسعت خرج بعض الأوساخ ماذا علي؟ أختي أم علي بارك الله فيك ما دام أن عادتك ثلاثة أيام ينزل فيها الدم الصريح على الدوام و على الاستمرار و أن في اليوم الرابع ينزل كدرة و صفرة و في اليوم الخامس لا يزل شيء إلا بالتمسح فإنك من الطاهرات في اليوم الرابع و في اليوم الخامس بمجرد أن ينقطع الدم الصريح تقتسلين و تصلين و لا تلتفتين إلى الكدرة و الصفرة أما إذا كانت الكدرة و الصفرة أثناء الحيض يعني بين الأيام اليوم الأول دم صريح ثم اليوم الثاني نزلت كدرة و صفرة و اليوم الثالث نزل دم صريح فالكدرة و الصفرة في زمن العادة حيض أنت أختي الفاضلة تقتسلين مباشرة و تصلين حتى لو كان هناك كدرة و صفرة بارك الله فيك ما دام أنك ما تطهرين بالقصة البيضاء فهذا لا يلتفت إلي فظل يا حنان السلام عليكم و عليكم السلامة الله إن شاء الله تكون بخير يا شاهد الحمد لله السؤال الأول يا شاهد أنا من يومين جيت صليت بعد العشاء الوتر و بعدين قلت حصل لقيام الليل على الساعة 12 بالليل صدّت لقيام و بعد ما صدّت و دخلت نمت هل مفروض أني أقضي هذا القيام كيف عفوا أنت كيف عفوا أنت الآن ذكرت مسألة الصلاة و الصيام نعم ذكرت الصلاة و الصيام أنا صليت العشاء بعدها بصلي الوتر على أساس أني ما أضمن أني أضلني صاحية و إلا لا طيب و وصلت لساعة 12 بتوضّى للقيام أصلي لي ركعتين أو اللي في يعني اللي أقدر أصلي و أقوم به وضّيت و نسيت و دخلت نمت و دخلت إيش نمت آه نمت طيب و أنا جاي أنا ذكرت أنه خلاص أنه ما صليت أنه طلّت بس ما صليت هل عليّ أني أقضي هذه الصلاة بما أني نويت لكن أنت أوترت أول الليل أوترت أول الليل طيب و واضح أنا أقضرت بعد صلاة العفاء بس أن القيام بخليه لو قدرت أو ما أقضت نعم واضح طيب السؤال الثالي بالنسبة للرباء حلي على الشريعة اليهودية هل تحلي لنا استخدامها طيب أو أكلها هما يسموها الكشع فهم ليهم طريقة بالزبح شبيهة بطريقة الإسلامية ولكن لا أعرف هل هما بيقولوا بيسموا أو لا بس طيب الزبح هم شبه الإسلامي ولكن هل هي تحل لنا بحال عدم واضح 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 السؤال الثالث يا شيخ بالنسبة للجزء الصيب أنا فألتك مسبقا بالنسبة ليها فالآن في بعض الخلاطات اللي بلاقيها في السوق المحلية عندنا فيها جزء الصيب فعلشان هيك هذا السؤال أنه أحيانا بسريها وأنا منعي ما يعني ما كنت على علم فيها لما أريت المكونات لقيت فيها هذا الشيب وعدم يعني وما بستخدمها بشكل دوري أطلان يعني ممكن مرة كل شهر آه خوش بالطعام وحده أنا سمعت الغض بس بالنسبة للخلاطات اللي بتكون بدخلها جزء الصيب موجودة هل هذه صح أو غلط أو برضو يعني لازم أرى المكونات وألغي هذه هذه الخلاطات شاء الله أقصر فاضح شكرا الله أهلا وسهلا أمت الله السلام عليكم عليكم السلام أمت الله كيف حارك يا شيخ مرحب أختي والله هذه العاطية عندي مشكلة أنا يعني جاتني من قريب في شهر ولك كذا شهرين لأن عندي أنا مشكلة فرات تعب كذا وألام ما أقدر أطل إلا جابت وعندي في العين وحده من دي وإنه مزيد فأنا يجيني عندي الصلاة نعاس ما أدري ليش خاصة في أكت صلاة الفجر ما أقدر أكمل حتى الأذكار هذه بعض الأحيان حتى سمة الفجر توتني لأنني ما أدري ما يحصل لي الأيام هذه فبغاك تنصحني ويصيحه وتعطيني ذكر يكون يعني ساخل وأحافظ عليه إن شاء الله اللي يبدأ عافية الله يعافيك وشاء فيك يا رب مرحب أختي حفظك مرحبا تفضل أحمد السلام عليكم ورسول الله وبركاته السلام ورسول الله وبركاته برسول الله فيك عندي سؤالين تفضل السؤال الأول في أذكار الصباح ومساء في ذكر ورد وأعود ذلك من شرد نفسي ومن شرد الشيطاني وشركه ورد رواية أخرى وشركه هل قول شركه يدخل في قوله شركه في الرواية الأخرى من حيث المعنى يعني هل يشمل إن شاء الله والسؤال الثاني هل صلاة أي نفل في قطة الضحى يعتبر صلاة صلاة للضحى يعني كقضاء سنة الفجر أو قيام الليل قصدك يعني يقضي سنة الضحى في الضحى يعني أن يقضي سنة الفجر في الضحى إن شاء الله يا أحمد مرحبا طيب معالي بارك الله فيها من السعودية تسأل تقول يعني في بلدنا الأذان يختلف يعني في فرق بين مؤذن ومؤذن مساجد تختلف تقول هل أعتمد مؤذن مسجد حينا الجواب نعم يا أحمد الفاضل ما دام أن بلدكم يحصل فيه اختلاف بين المؤذنين هذا يؤذن قبل هذا وشيء من هذا القبيل أنت تلتزمين مؤذن الحي مؤذن الحي ما دام أنه قد جرب وأنه يلتزم بالوقت ولا يعرف عنه تقدم ولا تأخر في الغالب فأنت تلتزمين معه من حيث الصيام والفطر ومن حيث الصلوات الأخرى أم علي بارك الله فيها تسأل تقول أحيانا أنا أطلع مع إخوان زوجي لمشوار مثل مستشفى أو غير ذلك ويحصل أنهم يضعون عطر وشيء من هذا القبيل هل علي شيء؟ أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة لي الرجل يجوز له أن يضع العطر وأن يخرج وأما المرأة فممنوعة من وضع العطر للخروج ويشم رائحتها الرجال حتى ولو كانت ذاهبة إلى الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح وبالنسبة لذهابك لضرورة أو لحاجة مع إخوان زوجك وليس في خلوة ما في خلوة مثلا وأنت تحتاجين إلى مثل هذا يعني فيه ثلاثة مثلا اثنين من أخوان زوجك وأخت زوجك مثلا وتذهبين معهم لا حرجة في ذلك فقضية يضع الطيب يعني هذا لا اعتبار في أن المرأة مثلا لا تذهب معهم أو شيء من هذا القبيل هذا متى إذا احتجت أو اضطريت يا أم علي أم علي تقول يعني أختي عندها يعني جارة ضرة تقول مسببتها مشاكل يعني خدت الطفل الصغير يضربون أو شيء من هذا القبيل تقول يعني هل عليها ذنب لو أنها ما زارتهم ولا سلمت عليها أختي أم علي بارك الله فيك الأصل أن الرجل إذا جمع بين أمرأتين أن يتوافقان وأن لا يختلفان وأن يجتمعان ولا يتباعدان هذا هو الأصل وأن يتعاون فيما بينهما على الخير وكذا أما أن تقوم المرأة بمثل هذه الصورة الفجة ومثل هذا الظلم في ضرب الطفل لأنه من المرأة الثانية هذا حرام ولا يجوز الواجب عليها أن تحافظ على أولاد زوجها من الزوجة الأخرى وأن ترعاهم وأن تعاملهم كما تعامل أولادها لأن هؤلاء أولاد زوجها وإخوان أولادها هذا الإخوان أولادها فلا يجوز لها أن تعتدي بمثل هذه الصورة أو أنها تمارس أذية مثلا بدنية بضرب الطفل بالنسبة لهذه المرأة تنصحها يا أختك الآن تنصح ضرتها أو جارتها و تذكرها بالله تخوفها بالله و تقولها لا تتسببين في قطيعة رحم هؤلاء الأولاد سيحملون حقد على بعضهم و ربما يحقد عليك أنت و يكرهك مع الوقت تذكرها بالله تخوفها بالله تقولها نحن يعني تحت رجل واحد و يجب أن نتعاون على الخير و نتعاون على البر و على الإحسان و على الصلاح و لا يجوز أن تمارس مثل هذا النوع من الممارسات إن استجابت الحمد لله و ما استجابت لأختك الحق الكامل في مقاطعتها ما دام أنه يصدر منها أذية لكن أن لا تقاطع أولادها عن أولاد عن إخوانهم من الأب لا تقاطع يعني لا تأمر أولادها بقطيعة أخوان أخوانهم من الأب مثلا و ينظر في سن الطفل فإذا كان صغير و لو ذهب ربما يؤذى تمنعينه حتى يكبر و يصبح قادر على حماية نفسه مثلا أما إذا كان صغير و يؤذى و يضرب لا ممكن تمنعينه في مثل هذه الفترة أو تمنعه أختك في مثل هذه الفترة حنا من السعودية تقول أنا من كم يوم صليت العيشة ثم أوترت خشية ألا أقوم من الليل قلت أنا الساعة 12 أقوم بعدين قمت توضعت بنية أصلي ركعتين ثم نسيت و نمت هل علي شيء مثلا كوني نويت لازم أقضي هاتين ركعتين الجواب لا يا أختي حنا بارك الله فيك لك أجر النية أما القضاء فلان كونك أوترتي و لله الحمد أول الليل يكليكي هذا و كونك تقول نويت أني أقوم مثلا الساعة 12 و قمت وتوضعت ثم نمت ما عليك شيء في هذا ولا يلزمك القضاء و لله الحمد و المن حنا من السعودية تسأل عن ذبائح اليهود تقول أهل هي حلال أختي حنا بارك الله فيك بالنسبة لذبائح أهل الكتاب حلال في شريعتنا نحن و ذلك لقول الله عز وجل و طعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم و النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود و قبل هدية اليهود فأكل في خيبر و أكل في المدينة من طعام اليهود من ذبائح اليهود و هذا يؤكد على ما في القرآن من إباحة الله عز وجل لطعام أهل الكتاب و لذلك الأصل في أطعمتهم الحل و الجواز و الإباحة إلا إذا ثبت لنا خلاف ما هو محرم كأن يقتلوا الذبائح قتلاً مثل ما يحصل في بعض الدول ما يذبحون ما يذكون و إنما يقتلون بالرصاص مثلاً البقر أو مثلاً يغرقون بالماء أو يصعقون بالكهرباء مثلاً هذا كله محرم و لا يجوز هذا كله محرم و لا يجوز ما دام نتبيل لنا طيب هل نحن مطالبون بأن نفتش و نسأل و نتحقق الجواب لا لأن الشارع الحكيم أمرنا أو رخص لنا أو أباح لنا ذباع أهل الكتاب النبي عليه الصلاة و السلام قالت له عائشة يا رسول الله يأتينا لحمان يعني لحم و ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال كلوا أنتم و اذكر اسم الله فلذلك القاعدة الشرعية إن الإنسان ما يفتش و يعني في بعض الناس عنده مبالغة يروح يفتش يقول ها كيف و كيف لا أهل الأصل هذه القاعدة العامة إباحة ذبائحة للكتاب إذا ثبت لنا أو أعلنوا أو بيّنوا أو مثلا هناك نشر قالوا إحنا نعمل بالذبائح كذا و كذا و يقصدون القتل و الخنق أو الصعق لا ما يجوز مثل هذه الحالة حنان تقول يعني أنا استمعت إلى الجواب فيما يتعلق بجوزة الطيب كنت سابقا أستعملها و لكن الآن هل يلزم أنني لازم أقرأ في المكونات الجواب نعم يا أخت الفاضل يجب على من أراد أن يشتري شيئا و هو مشتبه أن يقرأ المكونات هذه و قضية جوزة الطيب ذكرنا الحكم الشرعي فيها في الراجح من قوله أهل العلم من المعاصرين و لذلك الإنسان إذا اشتبع عليه أمر يتحقق مثل ما ذكرت أنا قبل اشتبع عليه أمر الآن في جوزة الطيب الأصل منع لكن قد يأتي مثلا تأتي شركة أو لشيء تسمي جوزة الطيب لكن اسم و لا يحمل حقيقة يعني الواقع بالنسبة لجوزة الطيب هذا لا يؤثر يعني يكون على الإباحة لأن العبرة بالحقائق العبرة بالحقائق لا بالأسماء فقد يسمى الشيء المحرم باسم مباح هل يجعله مباحا الجواب لا و قد يسمى الشيء المباح باسم محرم فهل هذا يسربه الحل الجواب لا بارك الله فيك آمت الله من السعودية تقول أنا من شهرين أعاني تعب في الرأس تقول و أحيانا في صلاة الفجر تحديدا ما أستطيع أكمل الأذكار وسنة الفجر بسبب هذا التعب و الصداع و نزيف في العين و تقول يعني ما هي الأذكار التي يمكن تساعدني آمت الله أسأل الله تعالى نمنع عليك بالشفاة و العافية و نجعل ما أصابك كفارة و رفع الدرجة و أختي الفاضلة بارك الله فيك يعني بالنسبة لك أنت مطالبة بأنك تذهبين إلى الطبيب و تجرين أشعات و تحاليل مهم جدا لأن أحيانا قد يكون هذا سببه مرض عضوي ما تدرين عنه أنت فالذلك من فضل الله علينا و على الناس في هذا العصر تقدم الطب الآن المختبرات الآن ممكن من خلال التحاليل الطبية من خلال الأشعة يكتشفون عندك المرض معين عضوي مثلا يسبب لك هذا الأمر الذي أنت مستغرب منه فالذلك زور المستشفى تقول لي لي والله أنا نعم زرت المستشفى و هذا أمر طبيعي و ما يحتاج وصية و رحنة و كذا قالوا ما في شيء عليك بالرقية أخت الفاضل الرقية الشرعية تقرأين الفاتحة على نفسك كيف يا أم يا أمة الله تحطين يديك على رأسك و تقرأين الفاتحة تقرأين الفاتحة أو تقرأين بكفك و تنفثين و تمسحين رأسك و وجهك و بقية جسمك مثلا أيضا تضعين يدكي على رأسك و تقولين أعوذ بعزة الله و قدرته من شر ما أجده أو حاذر أعوذ بعزة الله و قدرته من شر ما أجده أو حاذر و تواضبين على ذكار الصباح و ذكار المساء تواضبين على ذكار النوم طيب هذا و تلقين نفسك باستمرار و لو جبتي مي زمزم بعد طيب مي زمزم و تقرأين فيه الفاتحة أنت بنفسك لا تعطين أحد جيبي مي زمزم و في الكوب يقرأ سورة الفاتحة و أنفثي فيه و اشرب و غسلي وجهك و راسك و بإذن الله تجدين العافية بإذن الله مع التوكل على الله و الاعتماد عليه تفويض الأمر إليه و أعلمي أن ما أنت فيه في أجر عظيم و بعدين أخت الفاضلة إذا غلبك النوم و ما استطعت عليك بالفريضة فقط لأن الباقي سنة و لله الحمد سنة الفجر سنة مؤكد و إذا ما استطعت صليها الضحاء أهم شيء الفريضة لا تطع عليك الشمس إلا و أنت قد صليت الفريضة صلاة الصبح واضح صلين الفريض إذا و الله شفت نفسك نشيط الحمد لله بعد ما قريتي على نفسك و كذا صلي السنة و بعدين الفريض طيب جيت بعد الفريضة حسيت بصداء ما يلزم أذكار الله اللي بعد الصلاة هذه سنة و لله الحمد تروحين تنامين و ما عندك إلا العافية و صلى الله تعالى أن يكتب لك الشفاء أحمد من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول في أذكار الصباح و المساء ورد حديث فيما يتعلق بالاستعاذة من الشيطان و أعوذ بك من شر الشيطان و شركه و شر الشيطان و شركه يقول هل هذا شركه يدخل فيه الشرك الجواب نعم يا أحمد بارك الله فيك و أعوذ بك من شر الشيطان و شركه لأن الشيطان يدعو إلى الشرك الشيطان يدعو إلى الشرك و يزين الشرك للناس و إذ زين لهم الشيطان و أعمالهم و الشيطان يأتي خطوات للناس حتى يوقيعهم في الشرك الذي لا يغفره الله عز و جل إن الله لا يغفر أي شرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و أما شركه فالشرك هو مأخوذ من الحبال التي يقع فيها الصيد فالشيطان أيضا ينصب الشراك ليوقع بني آدم في حبائله و لذلك من حبائل الشيطان و من أخطره الشرك و بقية الذنوب و المعاصي فلفظة شركه أوسع معنى من الشرك المقتصر على تسوية غير الله بالله أو أن يجعل لله ندا و هو خلق أما الشرك فهو يشمل الشرك و يشمل بقية الذنوب و الآثام تفضل يا أمت الله تفضل يا أمت الله من اليمن السلام عليكم و السلام عليكم و السلام و رحمة الله السلام عليكم أخفض التلفزيون يا أخت الفاضل أخفض التلفزيون على الآخر سمعين من الهاتف معين السؤال أخي معين السؤال سؤالي تفضل أخي يسوق سائق خيارة أحيانا يجي أحيانا يجي يقول له زبائل يشتهم شعوية هل يقولون أنه يطلحون يمشي هون كيف كيف أحيانا إيش أحيانا يجي يقول له زبائل يشتهم يطلح زبائل لعلم شعوي أو كاهل وأحيانا ما يدرش أنه مجهور طيب السؤال الثاني راح السؤال الثاني فضلي أمت الله من العراق السلام عليكم شيخ عليكم السلامة طلا شيخ الآيات هاي ما لأواخر البقرة وتبارك أقراهن شو اسمي أقراهن وارها المغرب يعني يصير مو مفتل نوم والسؤال الثاني السؤال الثاني شيخ نعم تفضلي أغل بعض المرات دعاء زي الدعاء نقص هاي التسبيحات الورى الصلاة تسبيحات الورى الصلاة هي هي سكرا مرحبا تفضلي أمم محمد السلام عليكم شيخ الآيات عليكم السلامة طريبا ركاتك نزاك الله خير على هالفتاوى الطيبة اللي اللي شرح لفضير أخنا للقلب الله يحفظك شيخ نرق صاظم ابنك عندي كم سؤالك تفضلي أختي هل يجوز صلاة النذر دمائة رقعة بتسليمة واحدة هل يجوز ماذا صلاة النذر النذر كم رقعة مئة رقعة أي رقعة مئة رقعة أو خمسين أي مئة رقعة بتسليمة واحدة بتسليمة واحدة طيب شاء الله إذا كنت أقرأ القرآن وسمعت الأذان وحبيت أن أستمر بقراءة القرآن محل عليه الشيء إن شاء الله السؤال صلاة الجنازة هل له وقت معين وينتهي ينتهي إي إي يعني إذا وقت معين صلاة الجنازة ينتهي قصد صلاة الجنازة أخت الفاضل ولا زياء ولا العزاء لا لا صلاة الجنازة مثل إذا يوم يومين توفي صير واحد يصلي عليه ها قصدك صلي عليه في القبر نعم إن شاء الله يومين ثلاثة يتأخر بك إن شاء الله يا محمد جزاك الله خير الدنيا والآخر مرحب أختي طيب الأخ أحمد من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول لو أن شخصا فاته الوتر من الليل أو فاتته سنة الفجر وصلاها في وقت الضحى يقول هل تجزع عن صلاة الضحى الجواب نعم يا أحمد بارك الله فيك فمن أوقع جنس صلاة في وقت الضحى ونوى بها هذه الصلاة المقضية مثلا مع سنة الضحى كفته ولله الحمد فلو أن رجلا مثلا ما صلى سنة الفجر القبلية لصلاة الفجر وأدرك صلاة الفريض ثم أخر قضاء سنة الفجر إلى وقت الضحى يكفي أن يصلي ركعتين سنة الفجر هذه المقضية وتكون أيضا عن صلاة الضحى أمت الله من اليمن تقول أخوها سائق يعني سيارة أجرة أحيانا يطلب منه ناس يوصلهم إلى المشعوذين مثلا أحيانا يعلم وأحيانا لا يعلم ما حكم ذلك أخت أمت الله بارك الله فيك يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعين على المنكر والمعصية والإثم والخطيئة ومن جملة ذلك الذهب إلى السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين هذا كله محرم وأي شخص ينقل الناس إلى هذه الأماكن فهو آثم وما يكتسبه محرم أما إذا نقلهم ولا يدري أين الجهة وأين الوجهة يقول أوصلنا للمحل الفلاني ولا يعلم أن هذا المكان مكان سحرة ومشعوذين ودجالين ما علي شيء لكن علي أن يتأكد أيضا حتى يكسب مالا حلالا أمت الله من العراق بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لسورة تبارك وأيضا الآيات الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة تقول أنا أقرأها بعد المغرب وليس قبل النوم ما حكم ذلك أختي أمت الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك الجواب يجوز يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة والليل يبدأ من غروب الشمس يبدأ من غروب الشمس كفتاه وكذلك قراءة سورة تبارك مثلا في الليل لا يلزم أن تكون قبل النوم فلو قرأ الشخص من بعد صلاة المغرب أجزأته ولله الحمد والمن أمت الله من العراق تقول يعني أحيانا التسبيحات اللي بعد الصلاة أحيانا أزيد أحيانا أنقص ماذا علي أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة لي التسبيحات التي بعد صلاة الفريضة هذه سنة من السنن المؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من الذكر المقيد الذي يجب على المسلم أن يتقيد بعدده بعدده فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أكثر من صيغة أو صفة في التسبيحات اللي بعد الصلاة منها أن يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر ثلاثا وثلاثين ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير هذه صفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الثانية سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر أربع وثلاثين أربع وثلاثين صارت مئة واضح؟ هذه الصفة الثانية اللي ما فيها قول أشهد ما فيها لا إله إلا الله الصفة الثالثة سبحان الله خمسة وعشرين مرة الحمد لله 25 مرة لا إله إلا الله 25 مرة الله أكبر 25 مرة كم مئة الصفة الرابعة قول سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات و أنا ذكرت هذا للأخت أمة الله من العراق حتى تنتقي و تختار فإذا كان يشكل عليك الثلاث ثلاثين التزمي الفترة القريبة سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات عشر مرات تستطيعين سبحان الله 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 عشر خلاص هذه تضبطها لك تقبضين وتفتحين قابض وفتح الحمد لله والله أكبر مع الوقت إن شاء الله تستحضرين وتبدين تنتقلين إلى الثلاثة وثلاثين أم محمد من العراق تقول يعني لو أن امرأة نذرت أن تصلي مئة ركعة هل يجزئ أن تصليها بتسليم واحدة الجواب لا الجواب لا لأن أخت الفاضلة بالنسبة للركعات تطلق إذا نذر الإنسان أن يصلي لله عز وجل نذر أن يصلي لله عز وجل فأقلها ركعتان بسلام فلو أن امرأة قالت لله علي نذر لله علي أن يصلي مئة ركعة تصلي مئة ركعة كل ركعتين تسلم منهما كل ركعتين تسلم منهما يعني تسلم مئة مرة تصلي وتسلم مئة مرة فكل تسليمة تعتبر ركعة وليس كل ركعتين وليس الصلاة يقع ركعتين يعني تسلم خمسين مرة بس لا وإنما قالت مئة ركعة إذن مئة ركعة تسلم مئة مرة بارك الله فيك يا أم محمد وأعتقد إذا كنت من المتابعين للبرنامج تعرفين طريقتي في نصيحة الناس بترك النذر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر قال إنما يستخرج به من البخيل والنذر لا يرد من قدر الله شيء و شوف الآن أنت تورطت بعدد مئة ركعة الله يعينك لابد من مئة تسليم كل تسليم من ركعتين بارك الله فيك أم أيمن السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله لو تكرمت يا فضلت دكتور محتاجة أو النصيحة الوحدة هي متزوجة من قريب لي من الرحم يعني من الرحم القريب فوقعت إن هي بتعزمني على حفلة يعني هتلم أريبها وصحابها وأمها تصحابها ويعمل حفلة رأسي يعني يصف البيت معنى الكلمة يعني لأن جزها يعني رحمة أمورية لو ما فيش أي رجالة في البيت ولا أطفال صغيرة أو كده فأنا الحياة مش مرتاحة ويعني عايزة أنصحها لأنها مجاوزة يعني إن شاء الله واحد من الأقارب الأرحام وطبع ما أنصحها عشان ما تعمل ليش مشكلة وتوعد تقول آج أنا كذا ده أنا كذا وتسلت وتسلت يعني لو قريبا أن الرحم يعني على أنه يعني أعمل تكذب شكرا جزيلا شكرا جزيلا مرحبا أهلا وسهلا طيب طيب الأخت محمد بن عراف تقول يعني إذا كنت أنا أقرأ القرآن وسمعت الأذان تقول أنا حاب أكمل علي ذنب لا ما عليك ذنب يا أخت الفاضل لكن الأفضل أنك تتوقفين وترددين خلف المؤذن حتى تنالين يعني الأجر الكبير والثواب العظيم وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لك ثم ترجع وتكملين تقولي لا والله أنا حاب أني أكمل حاسة أني أنا مندمجة مع القراءة ما عليك شيء ولله الحمد والمن أم محمد تسأل عن صلاة الجنازة تقول هل لها وقت تنتهي إليه أم محمد بارك الله فيك النبي عليه الصلاة والسلام فقد امرأة سوداء كانت تقم المسجد تكنس المسجد فقالوا لها ماتت و قال لماذا لم تؤذنونني قالوا خشين يا رسول الله يعني من أدب الصحابة ما أرادوا أن يتعبوا النبي عليه الصلاة والسلام غسلت المرأة في الليل و كفنت و صلوا عليه و دفنوا فقال دلوني على قبري فذهب فصلى فصل عليها و العلماء قالوا إلى كم يبقى الإنسان يستطيع الصلاة على الميت في قبره إذا فاتته الصلاة طبعا في المسجد منهم من ذكر ثلاث أيام و الراجح إلى شهر هذا هو الراجح و هذه مسألة خلافي إلى شهر و ذلك لما ورد من الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد ذلك يتوقف الإنسان و يكتفى بما صلى عليه غيره أم أيمن أمريكا تقول يعني هناك قريبة لي متزوجة دعتني إلى حفلة زواج تقول هذه الحفلة فيها يعني مخالفات شرعية رخص و شيء من هذا القبيل تقول أنا أريد أنصحها لكن أنا خايفة من ردة الفعل أو تفسد بيني و بين زوجها لأنه قريب لي أختي و أيمن بارك الله فيك بالنسبة لي مثل هذه المسائل يجب على الإنسان أن يكون واضح فيها و يجب عليك أن تقول يا فلانا اتق الله هذا هذه حفلة الزواج هذه أول خطوة في بناء بيت يجب أن يكون تكون هذه الحفلة بعيدة عن معصية الله بعيدة عن غضب الله و قولي لها ما في داعي لمثل هذه الأشياء المحرمة التي أنت يا أم أيمن تعتقدين بأنها محرمة و دلت النصوص الشرعية على أنها محرمة و ليست من الأمور المباحة لا لأن بعض الأحيان بعض الناس قد يفسر بعض الأشياء المباحة بأنها محرمة لا محرمة عندك و واضحة عند أهل العلم فتنصحينها لله تقول أنا والله محبة لك أنا لا أريد منك إلا الخير لك هذه حفلة الزواج يجب أن تكون أول خطوة من خطوات الزوجين في شيء ما يغضب الله سبحانه وتعالى و إذا شفتها و الله مصرع على مثل هذا اعتذري اعتذري متى يفهم الناس أن هذا حرام و هذا منكر إذا ظلنا نجامل و نداري يعني إذا ما أخبرتها بأنه حرام ممكن تستمع و قد تهتدي على يديك أخت الفاظ تقولين والله أنا أريد أن أحافظ على الرحم أنا أخشى يعني من أنها تسبب لي كذا و كذا داريها مدارة و قولي لها سامحيني أنا والله مرتبطة أنا عندي كذا و تتفقين أنت و زوجك على سفرة على مكان على شيء حتى تكونين صادقة فيما يعني تخبرين به لكن الأصل تكونين واضحة و شفافة معها تقولي لها أنا والله إني لك من الناصحات اتق الله و اتركي هذا الأمر إن استجابت ما استجابت أنت ما تتحملين و زرها بالعكس بل عندما تأتي أم القيامة تلمس الأعذار الله عز وجل يقول أم أيمن قالت لك وأنت ركبت راسك أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ألتقيكم و غداً على خير السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون